مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وموقف التعويضات المقررة لأهل المنطقة وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الإيراني ويجدد إدانة نصر لكل الإجراءات والسياسات الأحدية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة إصابة عشرات الإسرائيليين جراء حدث دهس بالقرب من تل أبيب ومقتل منفذ العملية السالسة مسال بتوقيت القاهرة أثنية عشرة بتوقيت بيناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وكذا موقف التعويضات المقررة لأهل المنطقة وخلال الاجتماع جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريكة الإماراتي للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم وتضمن الاجتماع استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى بمنطقة شمس الحكمة داخل ولاية محافظة مطروح وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن وهو ما هو متبقي من عقود يجرى العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمتابعة موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة كما تبع الاجتماع الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات وأخيرا الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط جدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إدانة نصر لكل الإجراءات والسياسات الأحدية والاستفزازية التي تهدد أمنى واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة للعضوان الإسرائيلي على إيران وخلال الاتصال شدد وزير الخارجية على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العضوان الإسرائيلي على لبنان قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية وشرقية وسويس وجنوب سيناء وشمل سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من زوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية وإتذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من زوي الهمم وكبار السن في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من زوي الهمم وكبار السن وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من زوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقاً لواء محمد صبح مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبول الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذو الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب ذو الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام أحبب أشكر السيد الرئيسي الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذو الهمم أحبب أشكر كما يقدر التجنيد الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من قوات المسلحة على دعم أبنائها من ذو الهمم في أمستوى الجمهورية بيرعونا بيخدمونا في أي طلب بنخش فيه بيهتموا بينا نتعبناش في أي حاجة الناس كلها مية مية والناس على أكمل وجهة مراعين الناس آخر مراعية ربنا يبارك في الجيش يا رب وإحنا في ظهر الجيش تحيا مصد تحيا مصد تحيا مصد ألو لأولادك صايرين أشلاف يجيراني ألو لأولادك أشلو قصف طيران وحرب يعني دمار شيمي مصدر 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 أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلية رصد طائرتين ومسيارتين عبرتان من لبنان وتم اعتراض هما فوق مناطق مفتوحة ونقلت صحيفة جروسلم بوست الإسرائيلية عن بيان لجيش الاحتلال أن صفرات الإنذار دوت في الجليل الغربي والأعلى قبل اعتراض المسيرات مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت معاق الحزب الله وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا قبل ذلك سكان منطقتين في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية إلى إخلاء منازلهم متحدثا عن وجود منشآت ومواقع تابعة للحزب وفي سياق المتصل قصف حزب الله اللبناني مستعمرة كرية شمونة بالصواريخ هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار سقطت في منطقة بارليف الصناعية حيث استهدفت مصنعا لمكونات وتجميعات الطيران ما أصفر عن إصابة شخصينا وذكر بيان لجيش الاحتلال أن المسيارة أصابت مصنعا تابعا لشركة باز لمكونات الطيران بالقرب من عكا حيث تصنع مكونات معدنية للطيران للعملاء المدنيين والعسكريين اشتركوا في القناة 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 وزراء وزير الخارجي الفلسطيني على البلغ تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود رامية لدعم الشعب الفلسطيني أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في بيت لهيا شمال قطع غزة إلى أربعين شهيدا بينهم أطفال ونساء إضافة إلى ثمانين مصابا وأوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء منذ بدء حصار الاحتلال شمال القطاع ارتفعت إلى نحو ألف شهيد مع إخراج المنظومة الصحية عن العمل وتواصل قوات الاحتلال عضوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أصفر عن استشهاد اثنين وأربعين ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين فلسطينيا وإصابة مائة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال الآلاف المفقودين تحت الأنقاط حضر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم من أن الوضع كارثي في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب مع عمليات عسكرية كثيفة تحدث داخل مؤسسات صحية وحولها وأشار أدهانوم إلى أن مستشفى كمال عضوان وهو آخر مستشفى لا يزال يعمل في شمال قطاع غزة وهاجمته القوات الإسرائيلية الجمعة الماضية ما أصفر عن وفاة طفلين واعتقل مئات من أفراد طاقم المستشفى والمرضى والنازحين هذا وأكدت القائمة بعمل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية جوسم سويا أكدت أن كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت مشددة على ضرورة وقف مثل هذا التجاهل الصارخ لأسيديات الإنسانية وقواعد الحرب وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت ماسويا أن المستشفيات قصفت وأن العاملين في المجال الطبي احتجزوا بينما أحرقت أماكن الإيواء وأضافت المسؤولة الأممية أن هناك تقارير تفيد باستشهاد مئات الفلسطينيين فيما أكبر عشرات الألاف على الفرار تجمع عشرات النازحين الفلسطينيين بأحد شوارع مدينة غزة لمحاولة الحصول على وقبة تسد جوعهم بعد الفرار من شمال القطاع تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من ستين ألف فلسطينيين من شمال القطاع إلى مدينة غزة في الأسابيع القليلة الماضية حول آنية طعام بأحد شوارع مدينة غزة يتجمع عشرات النازحين الفلسطينيين من مخيمي جاباليا وبيت لاهيا لمحاولة الحصول على وجبة تسد جوعهم وجوع أفراد عائلاتهم التي فرت من شمال غزة مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلية هجومه المسع عقب انتهاء عملية التوزيع تجمع أطفال حول الآنية الفارغة تقريبا للاعقي ما تبقى فيها من طعام بعد أن تدافع رجال ونساء وهم يحملون آنيتهم للحصول على بعض الطعام الذي توزعه إحدى المنظمات الإغاثية هؤلاء النازحون يقيمون في مخيم شيدة داخل ملعب كرة القدم بحي اليرموك وتعيش فيه الآن مئات العائلات التي أجبرت على ترك منازلها وملاجئها في جاباليا طلعونا من بيوتنا وفيش يعني كل إشغالها نعايشنا على التكيات نعني كل يوم برقم بيطريق من التكيات وهجروا كل غزة تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 60 ألف فلسطينية من شمال القطاع إلى مدينة غزة وذلك في الأسابيع القليلة الماضية لكن التقديرات تشير أيضا إلى بقاء نحو 400 ألف شخص هناك إنهم يذهبوا معنا ويوظفوا هالحرب كرام عليهم بنيموت كل يوم بنيموت الناس كل يوم بنيموت أبرياء بعدين بنيموت لهم مش دخل في أي تحال وتقول الأمم المتحدة إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في شمال غزة تخاطر بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين ما قد يرقى إلى جرائم وحشية إسرائيل أمرت جميع سكان الثلث الشمالية من غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا في الأسابيع الأولى للحرب وكررت هذه التعليمات الشهر الجاري أعلنت شرطة الإسرائيلية مقتلى منفذ عملية الدهس التي وقعت بالقرب من تل أبيب والذي دهس بشاحنته أشخاصا كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في مرفع جليلوت مما أصفر عن إصابة العشرات ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوتا الإسرائيلية عن الشرطة التي لا تزال تحقق في الحادث قولها إنها تعتقد أن منفذ العملية ارتكبها على خلفية قومية وأشارت الصحيفة إلى أن فرق التوارئ أفادت بإصابة أربعة إسرائيليين على الأقل بجروح خطيرة وأنه تم إطلاق النار على سائق الحافلة وقتله قال مسؤول مطلع لرويترس إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز المساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم في الدوحة أضاف المسؤول أن الاجتماع يهدف لبدء مفاوضات من أجل التوصول إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق صراح سجناء فلسطينيين ترجمة نانسي قنقر تواصل مصر جهودها الدقوبة لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي وأمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري يقف رجال مصريون بشاحناتهم لفترة تمتد أحيانا لشهور لينسجوا قصة عن أبناء مصر الذين يرفضون ترك أخوانهم في قطاع غزة دون مساعدتهم يجتمعون سويا يتناقشون ويتسامرون في أمور الحياة طارة وفي أحوال الأشقاء الفلسطينيين طارة أخرى سائقوا شاحنات المساعدات الإنسانية يقضون وقتهم على الطرقات أكثر من بيوتهم أملا في أن تكون الأمور أفضل ويعود تدفق الشاحنات الإغاثية من جديد بعد أن أغلقت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني وأصبحت تتعنت في دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم زي ما أنت شايف الوضع يعني ما فيش دخول ما فيش يعني العاجة المتكدس برضو كده أنا محمل بقى لي شهرين من برسايت محمل مواد غزاية والله الوضع هنا هم بياخدوش البضاعة اللي بتاعت الأنروة كل البضاعة اللي بتروح اللي محملين دقيق محملين أي حاجة ثانية محملين بطاطين إنما بتاعت الأنروة غضبانين عليها ليه ما نعرفش ده الأمر الطبيعي أنا بقى لأربع شهور وعشر طيام النية ما عندنا أصلا لما اتعرضت علينا الحمولة اللي اتنين قلنا مساعدة هنروح نساعد الناس اللي مش لها يتاكل هنرأك هنوده له وفي نفس الوقت شغلي زي أي شغل بالنسبة لي بس ما كناش متوقعين إن احنا نتحنط للفترة دي كلها يعني عدنا الأربع شهور ساعات وأيام وشهور انتظر فيها هؤلاء الصائقون لحظة نقل المساعدات لأشقائهم في قطاع غزة منهم من مر بالتجربة عدة مرات وحكى عن سهولة العبور من معبر رفح المصري مقارنة بمعاناة التفتيش والتدقيق ومنع وعرقلة قوات الاحتلال لهذه الشاحنات فور وصولها لقطاع غزة من معبر رفح الفلسطيني قبل أن يتم احتلاله أو معبر كرم أبو سالم في الأراضي المحتلة الشاحنات هنا محملة بالمساعدات الإغاثية من غذائية مثل الدقيق والمعلبات وطبية من أدوية وغيرها من المستلزمات اللوجستية من الخيام ووسائل معيشية أخرى تم تحميلها وشحنها بمجهودات مصرية كاملة من تحميل وتغليف ونقل لمعبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان عليهم في أكتوبر عام 2023 كاريم بيبرس التلفزيون المصري تستمر قوات الاحتلال في إغلاق المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم وسط تحذيرات أمامية من وصول قطاع غزة لأبواب المجاعة يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح المزيد من التفاصيل يطلعن عليه كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة لليوم الرابع على التوالي تعرق القوات الاحتلال وتمنع منعا باتا دخول أي من المساعدات الإنسانية أو الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم أيضا أعلنت قوات الاحتلال إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم برغم أن هذه البوابة من خلفي بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها حتى في أيام العطلة مثل الجمعة والسب لا تغلق أبوابها وتفتحها دائما لدخول المساعدات الإنسانية إلا أن قوات الاحتلال من الناحية الأخرى من ناحية معبر كرم أبو سالم منعت دخول أي من المساعدات الإنسانية أو حتى الشاحنات الخاصة بالوقود مثل الغاز والسولار وبرغم أن المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لقوات الاحتلال وهي مهلة مدتها شهر تقريبا قاربت على الانتهاء إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تتعنت ولا تلقي أذنا لأي من الضغوطات الدولية سواء كانت من الولايات المتحدة أو أي من الدول الأخرى التي تضغط عليها لإدخال هذه المساعدات الإنسانية وتمنع وتعرق الدخول هذه الشاحنات أيضا كانت قد فرضت حصارا قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا منذ ثلاثة أسابيع ومنعت دخول أي من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وقصفت المستشفيات وأخرجت المصابين والأطقم الطبية من مستشفى كمال عدوان لكن الأونر بعد أن كان قد أعلنت منذ يومين عن أن قطاع غزة قارب على المجاعة تتعنت أكثر قوات الاحتلال وتمنع دخول المساعدات بشكل عام مما يؤدي إلى نوع من أنواع التعصف والتهجير القصري للمواطنين الفلسطين في قطاع غزة إما من الشمال إلى الجنوب أو حتى في محاولات تجارهم خارق قطاع غزة لكن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة إما في تجهيز هذه الشاحنات بشكل عام أو حتى المفاوضات المختلفة التي تجري على الأراضي المصرية في محاولة لاصطدافة جميع الأطراف للوصول للوقف دائم ومستدام لإطلاق النار هذه الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل الصبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلية وأضف أنه لا ينبغي تقليل من شأن الشر الذي ارتكبته إسرائيل قبل ليلتين أو المبالغة فيه وقللت إيران أمس من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لرئاسة كاملة هاريس إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد شن إسرائيل هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران وقالت هاريس إنها أجرت خلال الساعات الماضية محادثة طويلة وهمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي مشددة على ضرورة الساعي لخفض التصعيد في المنطقة في المستقبل وأضافت هاريس أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العمل على إنهاء هذه الحرب ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن إيران قللت إلى حد كبير من حجم الهجوم الإسرائيلي على أراضيها لكنها توجه الآن قرارا بشأن كيفية الرد أوضحت صحيفة أن الضربة الإسرائيلية على إيران تمثل تصعيدا جديدا حيث استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية في هجومها وتجنبت الموقع النووي الحساسة التي حذرت الإدارة الأمريكية من ضربها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برئاسة البرلمان العربي كما هناء رئيس مجلس الشيوخ دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا الانجاز المشرف الذي يعكس مكانتها البارزة ودورها الايجابي. كذلك هناء رئيس مجلس الشيوخ النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة بدأت اليوم بمقر الامنة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الجلسة الاولى للبرلمان العربي بتشكيلته الجديدة من دور الانعقاد الاول من الفصل التشراعي الرابع برئاسة رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي. ويأتي ذلك لملاقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الساحة العربية خاصة تداعية استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان حيث ألقى رئيس البرلمان كلمة أكد فيها أن البرلمان العربي سيظل على موقفه ثابت والدعم دائما للقضية الفلسطينية منذ قليل على أرض مطار القاهرة الدولية زيارة هامة يقوم بها الرئيس الجزائري إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين فهذه العلاقات بمثابة شجرة تمتد جذورها في أعماق التاريخ وأعناقها وأقصانها تعانق السماء في الأخوة والعروبة والمصير المشتركة العلاقات المصرية الجزائرية هي العلاقات تتقط حدود الجغرافيا توحدت فيها قلوب الشعبين على الأخوة والعروبة والكفاح المشتركة فمن نهر ميل إلى سهول الجزائر يمتد نهر ما بين البلدين من الأخوة والعروبة والتعاون المشتركة هذا النهر لا يسري ولا تعصف به الرياح ولا يجف مهما ضار عليه الزمان دورته وما زالت تربط مصر والجزائر أواصر الصداقة والتعاون التي تشهد على متانة هذا التحالف الذي لا تهزه الأحداث بل يزيده الزمان رسوخاً وقوة زيارة الرئيس الجزائري إلى القاهرة تأتي بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في سبتمبر الماضي لمدة خمس سنوات حيث تم انتخاب الرئيس الجزائري بعد حصوله على نسبة ما يزيد من 94% من الأصوات فهذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية هذه العلاقات التي تشهد على متانة وقوة الترابط ما بين الشعبين المصري والجزائري والعلاقات الخاصة التي تجمع القيادتين في مصر والجزائر وحينما نعود بالزمان إلى عام 2014 حينما اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيارته الخارجية الأولى بعد توليه مهام منصبه في 2014 أن تكون وجهته الخارجية الأولى إلى الجزائر في دلالة على عمق هذه العلاقات وخصوصيتها وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى الجزائر عام 2014 أن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية موحدة تجمع مصالح الشعبين والدولتين مصر والجزائر والمنطقة لكن المتابع لتاريخ الأحداث والعلاقات الثنائية ما بين مصر والجزائر يتوقف طويلاً أمام عام 2022 فهذا العام يعد عاماً فارقاً في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية ففي مطلع عام 2022 في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة هامة إلى القاهرة حيث استقبله سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك وتم عقد لقاء قمة ما بين الزعيمين الرئيس السيسي والرئيس عبد المجيد تبون واتفق الزعيمان خلال أعمال تلك الزيارة على إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء في مصر والجزائر كما اتفق أيضاً على تفعيل أليه التشاور السياسي بين مصر والجزائر على مستوى وزراء الخارجية وأيضاً اتفق الزعيمان خلال أعمال هذه القمة على أن يتم تفعيل عمل هذه اللجان في النصف الأول من عام 2022 ونتابع مع حضرتكم الآن وصول طائرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أرض مطار القاهرة ومراسم استقبال رسمية في انتظار ضيف مصر العزيزة حيث سيكون في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تضرب بكثورها في أعماق التاريخ فعلاقات مميزة ومتميزة على كافة الأصعادة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية ونعود مرة أخرى إلى عام 2022 الذي يعد عاما فارقا في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية ففي النصف الأول من هذا العام وبالتحديد في التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو من 2022 تم عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية على مستوى رئيسي الوزراء بعد توقف دام لثمانية سنوات وتم عقد أعمال هذه اللجنة في الجزائر وترأس وفد مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد وزرية رفيع المستوى خلال أعمال هذه اللجنة وأعمال هذا الاجتماع تم توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاغم في كافة المجالات ما بين البلدين اشتركوا في القناة 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 وشهدت اشتركوا في القناة والتي والتي وشهدت